افضل داعمين للقناة اللي هم المنتسبين في القناة الله يعطيهم الفافع ما قصروا فيلا خلانوا نبدأ المقطع الحين السلام عليكم كيف حالك وحش مقطع اليوم راح نتكلم عن الدينا جن راح نشرح الدينا جن ونشوفيش الفائدة وش راح يعطينا كل شي راح تعرفونا في المقطع هذا الدينا جن هو بوابة البوابات هذي يسمونها الدينا جن خلونا ندخل خريطة بس زي ما تشوفون البوابات هذي اللي هي الدومين مثل ما تشوفون الدومين هذي تسمى دينا جن هذي تسمى دينا جن مثل ما تشوفون انا والله يا ابو جابر ناقصني ارتفاك انا احتاج الارتفاكت يعني انا شخص ابي ارتفاكت عشان اركب على شخصيتي ما هي مشكلة تضغط العلامة هذي مثل ما تشوف الموجودة هنا تضغطها بيعطيك اقسام لكل بوابة اسم كل بوابة هذي ما تشوفون عندك الحين اللي هو الارتفاكت هذي البوابة تعطيك ارتفاكت مثل ما تشوف يعني كل ما وصلت رانك مطلوب راح تفتح قسم جديد من الدين الجن الارتفاكت هذا او الدين الجن هذا بيعطيك ارتفاكت خاص بشخصيات الكهربا البوابة الثانية هذي مثل ما تشوفون البوابة الثانية تعطينا ارتفاكت لكن خاص فيه ابطال النار زي ما تشوفون ابطال النار عندنا الدين الجن هذا الدين الجن هذي بيعطيك ارتفاكت خاص بابطال الهيلر حق الادام دقيقة ها دقيقة طوت طوت أعلان أعلان عزيز المشاهد إذا كنت تبحث عن سيرفر ديسكورد خاص في اللعبة راح تحصل في أول تعليق تحت رابط الانضمام السيرفر فيه أكثر من 3000 عضو فوق هذا ممتفاعلين وأي مساعدة تحتاجها راح يقفون معك خلونا الحين نكمل مثل ما تشوفون عندنا الدينجين هذا الدينجين هذا بيعطيك ارتفاك اللي هو ارتفاك باسيكا مثل ما تشوفون هنا بيرفع لك الدمج وبيعطيك الشاي أحبها قلبك عندنا الدينجين هذا اللي هو بيعطيك ارتفاك لبطالة شيلد إذا كان عندك بطالة شيلد أنصحك أنك تستخدم عليه الارتفاك هذا لأنه راح يتغير معك شرحنا شلون نحصل على الارتفاك من الدينجين وش الأفضل لنا بوابة فالهين شلون نحصل القطة حق التطوير السلاحك إذا كان السلاحك سهم أو شي راح تحصل القطة عندنا البوابة اللي هو الدينجين هذا زي ما تشوفون بيعطيك القطة هذه مثل ما تشوف القطة هذه القطة هذه تجمحها عشان ترفع لفل السلاحك وعندنا الدينجين هذا بيعطيك بعد قطة عشان ترفع السلاحك هذه مثل ما تشوف وعندنا آخر نوع من الدينجين اللي هو رفع لفل مهارات شخصيتك اللي هي مثلا يحتاج كتب أو يحتاج أي شي راح تحصل الكتب هنا بتخلص اللي هو الدنجن وبيعطيك كتب وعندك ثاني شي اللي هو موجود هنا هذا هو مثل ما تشوفون بيعطيك كتب وعندنا البوابة هذي البوابة هذي بتكون أبراج يعني كل أسبوع توقع تتحدث راح ننتقل عليها زي ما تشوفون تدخل البوابة البوابة مثل ما تشوفون بتعطيك تحديات هي فيها تقريبا تسع بوابات لكن كل مرحلة لها تحديات عندك أول دنجن اللي هو بيعطيك ثلاث مراحل اللي هي ثلاث وحوش مختلفة نوس كذا وعندك الدنجن الثاني بيعطيك ثلاث مراحل بالدنجن هذا بتكون وحوش مختلفة فبعد ما تلعب وتجمع النجوم راح تكسب اللي هي ذهب والنجوم اللي هي النجوم هذي مثل ما تشوفون فعشان يكون الطريق سهل عليك كل اللي كنت تدخل علي الكتاب فهذا راح يفتح معك بعد ما تتقدم في المراحل تتقدم في المراحل راح يعطونك الكتاب هذا ويفتحونك القسم هذا هذا قسم الدنجن اللي اتكلمنا عنهم قبله شوي اللي هي الارتفاكت والقطع حصلونه هنا على سبيل المثال تحتاج الدنجن هذا تضغط العلامة هذه وتلقائي راح يوجهك على البواب الدمين هذا بيكون اسبوعي اللي هو دمين التنين لو ضغطنا عليه بيوجهك على التنين هذا هو مثل ما تشوف بتقاتل التنين مرة بالاسبوع راح يعطيك شي نادر تكون نسبة اشي نادر اعالية يعني لها جمت اليه مرة بالاسبوع هو الذيب يعني كلهم لها جمت اليه بيأطيك شي نادر عندك 30 اللي هو قبله شوي تتكلمنا عنه اللي هي البوابة او الدنجن هذا هذا هو موجود هنا الحين حنا شرحنا كل شي فخلونا الحين ننتقل ونجرب بعد ما تختار البوابة اللي تناسبك البوابة اللي تناسبك بعد ما تختارها تدخل عليها هنا بيعطيك خيارات وبيكون فيه شرط الشرط انه تكون شخصياتك اللي هي الشخصيات مو حسابك من لفل 59 وفوق يعني باختسار بيطلب منك ترفع لفل شخصياتك عشان تلعب الدنجن هذا ومثل ما تشوفونا عندنا الدنجن هذا يطوي الامر والسلامة بيفتهمك عنده الرانك 40 يعني لازم يكون حسابك رانك 40 عشان تفتح الدنجن هذا خيرين عندك الخير هذا اللي هو توقع انك تلعب مناس عشوائية او ترسل لخيهاك انفايت وعندك الخير هذا اللي هو انك تلعب الحالك مع فريقك نضغط على الخير هذا هنا يمديك تشكل فريقك وتضيف الابطال اللي تحتاجهم وتحت هنا بتحصل الابطال اللي لازم تكون بفريقك اليوم مثل ما تشوفون هنا مطلوب بطل ثلج عشان تخلص الدنجن هذا فكل الدنجن يختلف اسلوبه كل دنجن يختلف اسلوبها هذا الدنجن الاول مثل ما تشوفون هذا الثاني الثالث الرابع فكل دنجن يكون له ميزة الخاصة اللي هي لاب خاص فيه اخترت الفريق وضبطت وضعي راح ندخل اخترت الم군 ميزة الخاصة اللي هي لاب خصتي ك استخدم الالتمث استخدم الالتمث الدقيقة في تعليق مو تعليق الصيانية محركة الشخصية فنظام الدينجن هذا لازم تحمي البرج هذا عشان ما تخسر وتقتل 20 20 هجوم بس تقتل 20 خلاص دينجن سهل وخفيف ماذا يجب للأس투 مجددا مجددا المترجم قلعي حسنها المترجم المترجم ماس 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 لأبد ان برج قصت أبد ان برج قصت كان بقي بقي اوو كثير بقي كثير يلا 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 دقيقة 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 قبل 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 عشغالتنا عشغالتنا انت خويك افا افا ضربة صقر الطاير الناري المحترق عايش والله دولك الاسطورة ممكن هذي ممكن اقوى هذي ممكن اكبر اسم ضربة ذوي ضربة الصقر الناري المحترق يخي اسم لو يشوفونا معلفين الانمي ممكن يقلون هذا الاسم ما يقبل طوط النظام ما يقبل يا ابو جابر شوفلك اسم ثاني اخر حبة اخر حبة يلا ايوه ابلع التمت يا حبيبي ابلع التمت خلاص صحينا انت يعني انت اكملت التحدي خلاص الوضع تمام فمو تنسحب لا تنسحب تراك اذا انسحبت خسرت تعبك اليونك تروح الاشجرة الي هناك تفتحلك بوابة ثانية تتوجه عليها وتاخذ الهدايا وراح يطلب منك سرين ريزن سكب يا حبيبي سكب وبعده بيعطيك اللوت مثل ما تشوفون بيعطيك هذا هو ارتفاك بنفسجي مثل ما تشوف هنا بيعطيك اللوت يا حبيبي يا مدير في شي ثاني مرة ما فيه واسطة شي ما فيه خلاص خلاص يا ابو جابر رح يلا بطل مع السلامة بس كده يكون وصلنا النهاية المقطع ان شاء الله الشرح اجابكم ويعطيكم الفعافة على وقتكم ومع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة